السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم إن شاء الله غدا نتشارك معكم شهيوات دي النهار كامل كيف ما طلبتوا مني غنشوفوا إن شاء الله المسمن معمر اللي كي يجي كي حمق بالخضر الموسمية وغدا نشوفوا كذلك وحطوا يجين حتى هو كي يجي لديد بزاف ونشوفوا إن شاء الله البطبوط بالخميرة البلدية ومتمنى إن شاء الله تشربوا الوصفة تردوا علي الخبار كيف العادة وبسم الله على بركة الله تفضلوا معي باش تشوفوا جميع الوصفات إن شاء الله أول حاجة غنبدو هنا بالمسمن عندي هنا كوبين دي الدقيق القمح الرطب الكامل يعني استعملت غير النخلة الرقيقة ماشي النخلة الغليدة بالنسبة لأخوات اللي عايشين هنا استعملت استعملت لفارين كومبليت يعني 150 وستعملت كوبين دي الدقيق دي الصلب يعني القمح الصلب يعني مغربل بدون نخلة ما فيش نخلة لكي يكون بسمد ونصف كأسة دي الخميرة البلدية وغدا نعجنها تقريبا بزوج دي الكيسان دي الماء يعني على حسب شوفو انتم مشحل يعني الكاس اللي عبرت بيه ولي عبرت بيه تحت الماء من بعد مني كنجمعها كنزيد لها المليحة المليحة كتبقى على حسب الضوقة ديالكم وهاد الشي اللي كيكون معمر ضروري تنديروا لي الملحة مزيان باش ميجي ناش باسل صافي كندوب ديك المليحة وكندلكها مزيان صافي وغنخليها تخمر غنمشي عاد نوجد الحشوة باش نخليها تخمر نخلي ديك الخميرة البلدية تعطي المفعول ديالها بالنسبة للحشوة غنستعمل اللفتة يعني اللفت قدروا تستعملوا إما الحمر هذك اللي في اللون برتقالي أو البيض استعملت كيف شتوا حبة ديال تطا الحلوة حبة ديال البصل واستعملت خيزو كيف كتشوفو ستادي الحبات وحبة ديال فلفل الأحمر فلفل الأحمر غد يعطينا للماذاق بالنسبة للهنية أنا يوريتكم هاد الروبو الأخوات اللي يسولوني باش كان أشي يعني هو لي كيعطينا هذا هو لي كان أشي به البصلة أو الخضرة يعني كيعطيني ذيك الخضرة مقطعة رقيقة أو يعني ها كين حسن منه هاد الروبو هاد اللي وريتكم يعني ماشي عادي بصراحة ماشي عن شكروا لكم بزداف يعني عادي عادي جدا كين حسن منه سافي كيف كتشوفو كتعطيني الخضرة بحال هكا وكن أشي فيه حتى الكفتة بعث المرات حتى الكفتة ديال اللحم ما بقيتش كن شريها مطحونة ولتنطحنها الراسي سافي هنا بالنسبة للخضرة غندير لها غير المليحة وشوية ديالزيت البلدية هي غط القلمة وغدا نقاس عليها البوتا نغطيها ونقاس عليها البوتا ستطيب بسرعة ما كتاخدش بزداف ديال الوقت ما زيدوليها لما لاحتش حاجة هي غط القلمة الطبيعي اللي فيها سافي من بعد تقريبا نشار باع ساعة طابت من بعد ما طابت ضروري كان نشوفوها من الما باش مت يعني نطلق ليناش لما في يعني في الحشوة استعملت التومة والحامض المصير ودابا هنا عندي القصبر والمعدنوس قطعتهم بخلطين مع بعضهم توا بيل غا نستعمل الهريسة احنا كنبغيوه شوية حار هاد المسمن يعني استعملت لهاتة المعالق يعني كيجي فيه غير واحد النسبة خفيفة ديالحروري يعني مجيش حار بزايف وهنا استعملت الفلفل حمراء يعني جل معالقة ديال الفلفل حمراء تكون عامرة مزيان هذا كيبغي الفلفل حمراء والقصبر استعملت قصبر يابس ملعاقتين عامرين مزيان يعني قد الفلفل الحمراء قد القصبر يابس واستعملت غير معالقة صغيرة ديال كامون صافي وزيت البلدية غدا نخلط مزيان تابا صافي غدا نخليها على جلمتا غدا نعمر بها ان شاء الله صافي كيف شتوها انتم ما يخمرت شوية العجينة المسمن عجينة المسمن ما كتبغيش تخمر بزايف يعني بحل الخبز الى خليتوها خمرات بزايف 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 غادت تطلق ليكم وغاد جيكم صعيبة انكم تديروا بحل المسمن لذلك كنخليوها يعني تخمر غير شوية تقريبا انا خليتها خمرات ساعة ونص صافي كنسرح وهذا اللي تيكون بالخميرة البلدية ما كيبغيش تسرح تيولي رقيق بزايف 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 يعني السم كيف كتشوفو غير شوية صافي وكن نرشب شوية ديل زيت البلدية وكنرشب شوية ديل سميدة وده بعد كنحط الحشوة يعني كيف عارفين يعني منش حالة دي وكندير هاد طريقة هادي باش كنقدر ندير الحشوة بزايف اما اللي بغيتو تديرو غير شوية ديل الحشوة ممكن يعني فيما تسرحوها تديرو واحد شوية فيما تسرحوها تديرو واحد شوية غير هذا انا كيعجبني بزاف هالطريقة لانا كيجي مورق وكيجي عامر مزيان صافيك نصد كينا هالطريقة هذي ولا كينا هذيك الطريقة اللي كتسدوها بحل شي بزيطة يعني انا ندرت لكم حتى الطريقة الثانية اللي بغيتو وبجوجهم بحل بحل وهذا اللي بزيد زيتون كيكون ألد يعني كيجي لديد هذا اللي كيكون معمر مالح من الاحسن يعني يديرو له زيت الزيتون تصرحوه بزيد الزيتون صافي وفي الطيب را ما كان زيت زيت الزيتون ثم غتشوفو كيفاش غنطيبو يعني اخو هذي المتبعيني مش حالة ديارة كيدروا نفس الطريقة صافي رغي قد ان يعني غير بديت كان بقولية يعني وجدت هذي الكيميا كيف تشوفو اعني قدرت انا غير الورقة هنايا ملي كندير الطين ما كنديرش الورقة ملي كندير غير مقلات عادية كندير الورقة وما كندير لا زيت لاحت شي حاجة على نار هادي انا كنطيب دي نسمن على نار هادي ابق ذاك شي بش كي يجيني مورق وكي يجي طيب مزيان ما كيبغيوش ليه ذاك لي كيكون مخطوف في الطيب زيمن كياخد ليه شوية في الطيب انا لانا كنقص عليه البوطة طافي يعني داركم عارفين الطريقة ديال الطهي ديالورة ساهلة يعني عيرخصكم تقلبوه باستمرار وما ترقوش بزه 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 يجي كارم يعني من الاحسن هذا ديال اللي كيكون معمر كيبغيي يكون نار طي طب يعني خلي واحد شوية غليد بما انها كيكون فيه الحشوة وخصكم غير تقلبوهم زيان وتنقصوا عليه البوطة راها كي يجي غزيل 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 بزه 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 وسبحان الله غي جربو هاد الوصفة رفيت حاط لكم احطيت لكم واحدة يعني شابيهة بيها العام اللي فات وما كتبانش بالمرة بان في هاللفت يعني ضروري نوضفو اللفت في الوصفات هاد يوقيتو عندو منافع كتيرة هنا غدا ندوز باش غدا نوجدي ان شاء الله هالبطبوط اللي النص دياله البطبوط غدا نخليه انا حتى اليوم التالي عادي غدا نستعملوا هاد النهار هاد احنا ما كليناش في هاد البطبوط حتى للصباح كيف شتور انا استعمت الخميرة البلدية اللي عندي وعجنتها بالماء وغدا ناخد منها قطعه نديرها في قرعة ديال الزج وغدا نخليها حتى نعجن بها المرة التانية مرة التالية المرة الماجية ان شاء الله وهنا خديت زيت زيتون مليحة بالنسبة لبغيتو الطريقة يعني ديال عجين بالخميرة البلدية والخميرة البلدية ان شاء الله هنخلي لكم الرابط اسفل الفيديو وهنا انا يا غدا نسمو هاد النهار بشوية ديال الزعيطرة اللي كتكون بالحامض وغنستعمل ثلاثة ديال معالقة ديال كوركم وغنستعمل السانوج السانوج اللي هو حبة البركة وانتوما لما كيعجبكم مش هاد شي ما تستعملوش مش شي ضروري انا كنحاول ما امكن انني نستغل بطبوط ندير فيه هاد شي لانه خاصة ده با البرد انتوما غتشوفوه ان شاء الله كيف العمل يفات يعني دايما مني كيدخل البرد دايما بطبوط او الخبز اللي كندير في الفران كنزيد فيه هاد شي باش هاكدا الوليدات كيستافدو من هاد التوابيل وهاد الحبوب اللي كتسخن الجسم من بعد ما دلكتها مزيان كجير طيط با فدلك خليتها خمرات هادي خليتها خمرات قريبا ساعتين غير ساعتين ما خليتاش خمرات دك تخمر الباطئ مني كندير دك تخمر الباطئ كنستعمل غير شوية دي الخميرة كنبيت هالي لكيعملة ده بحنا معك المطبخ سخون يعني كتندير كل شي في مرة رغي قسمت لكم الوصفات يعني باش يجيوكم ساهلين باش اللي بغاش وصفك يمشي لها نيشان تقدر يدوز الفيديو ويمشي الوصفة اللي بغا باش هكدا كتجيكم يعني كتجي ساهل باش يستوعب الانسان صافي هنا كيف كتشوفو من بعد ما خمرات غدا نشكل منها كويرات وغدا شاطط لي الحشوة من المسمن غدا ندير واحد جوج دي الخبزات غدا نعمرهم بذيك الحشوة الحشوة اللي شاطط لي يزد عليها شوية دي الطون صراحة ما كتشغل نوريكم هدي وانا نقول علش نعطي مهم نعطيكم فكرة لبغيتو تزيدو حتى الطون في الحشوة رجا تبنينا بالطون زادها لدة يعني الطون في تشاركت معكم الطريقة دي لتحضير ديالو الطون فرتدو مزيان دخلتو في الوصفة وعمرت به واحد زوج ديال الخبزات كمسا كيبقاوا عندي اللي بغا هكدا يعني لما كتش مسالية ولما كنتش في الدار غدي ياخدوهم وشربو معهم كاس ديالاتاي ونبينا عليه الصلاة والسلام صافي انا ايا كان بغيهم رقاقين هادو ديال الفران انتم رابوتو تخليهم غلاضين يعني ديرو شوية ديال لمة وصدو بهم هكدا جنيبات باش متحلش ليكم فالفران انا بماء انا غدا نقرسها مزيان يعني احتى غدا سولها رقيقة فمحتاجتش انني نديرها لما في جنيبات صافي هادو دارونا نخليهم يخمرو مرة تانية مشي بحل البطبوط البطبوط غي غدا نقرسو كامل يعني هادك الخبزات اللي عندي كاملين صافي كنشعل مقلع يعني مورة المسمن مباشرة مجيز كان طيب هاد البطبوط يعني كيف قلت لكم غير قسمت لكم الوصفات صافي باش هاكدا كنديرو كل شيف مرة وكنت هناو صافي هاو ما بديت كان طيب فيهم في نفس المقالات اللي طيبت فيها المسمن وطريقة ديال الطهي ديالو غير خاسكم غير تتحطو البطبوطة خسد تقلب ديك الساعات باش مت باش كيت تفرقلينا من الداخلوه ويما انا كان بغيه رقيق هاد البطبوط هاد اللي ندير الفطر كنبغي هاكدا يكون رقيق وهدا كيمشي لكم مع السندويش اللي بغيتوا تديروا معها البيض ولا كيمشي مع المالح يعني كيمشي معه تديروا فطر مالح هانتوا معا كي كي جير طيب خاوي من الداخل تديروا بيحت السندويشات نوريكم حتى الخبيزة من الداخل كي باش كاتجي يعني كاتجي عامرة مزيان تقدرو خبيزات يعني تقبوهم واحد تقيبة باش ما يتنفخوش ليكم من اللي الطيب الخبزة بفرن ما تنفخش هانا غدا نوجدو حاط طويجين هالطاجين هادا كي جي زوين والديد بزاف فيه القرعة الحمراء وفيه السفرجل وفيه البطاطة الحلوة والبصلة هاد شي كله كيتوتا مع بعضو بنسبة للتوابل هانا عندي الزعفران اللي خليته الترقد في واحد الكاس ديالما كاس صغير غندير فيه الزنجبيل معلقة يعني سكنجبيل معلقة صغيرة عامرة وكنستعمل غير راس المعلقة ديال البزار غنستعمل هنيا الكركم او الخركم البلدي عامرة مزيان يعني معلقة تكون عامرة مزيان والملحة سافي هدي هي التوابل ممكن انكم تزيدوا بسيبسة وكتجي معها بسيبسة وقع قلحتهما ممكن انكم تزيدوهم اللي بغيتو ولكن هناك يجيب نكهة الزعفران والقرفة والبادي يعني غدا ندير واحد العويدات اللي غدا تلقو المعداق هنا كيف شوتو خديت الطاجين هنا درت تزيد البلدية لتحت لانا بغيت ندير البصلة باش ما تلصق لياش البصلة لتحت عندي واحد البصلة كبيرة قطعتها وبالنسبة الخضرارة كيف شوتو كان شار ملاهي اللي ولا باش كلها يعني في الطاجين هدا هو السر لده دي التواجن كاملين يعني فاش كتديرو هالطريقة هدي يعني الخضرارة كلها كتجي واصلها يعني البنة دي الزعفران والبنة دي التوابل فاش كتحطوه بلاش مات يعني فاش كتحطو الخضرار ما مشار ملاش كينبعت المرادش بليسات اللي ما كتوصلهمش التوابل تطل حلوه كنستف هنا استفرجل استفرجل استعملت القشرة ديالو لانه بيو لما كانش بيو من الاحسن زولو القشرة سافي غنبقى استمر بها الطريقة حتى غنكمل وناري كنت سالقة يعني سلقت صباحي عرفت راتي غدا ندير هاد الوصفة هدي سلقت الحمص وهنا كيف كتشوفو درت واحد نصف حامضة قطعتها قطاع ودرتها هنية تهية كتجيزوينة كتعطاها واحد لمعضة قزوين وهنا الحمص لي مسلوق زولت له الماديالو وغدا نديرو هنية في هاد الوصفة هدي هاد الوصفة ما كتحتاش تكال بالخبز وهكين مهم انا الوحيدة في الدار اللي ما كليتها بالخبز كليتها غير بالفخشات ولا دي ضروري الخبز سافي وهنا ديك السابقات واحد شوية ديال بصيلة ودك المال كيبقارة كنصبوه من الفوق وانا غنزيد حتى الزبيب اه غير غير لا يعني لات معانتو في المكونات كاملين غادي بلكم بانام كلهم كيتوتاوا مع بعضهم غيجربوهم لان هاد الوصفة هاد الوصفة دي لها الطاجين تنديرها حتى صلاطة نفس المكونات تنديرها حتى صلاطة كيتجيزوين بزا 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 سافي وغدا نزيد هاد العويدة ديال القرفاء والبديان اللي هي نجمة الارض او اللي ينسون نجمي كيعطى واحد كينكه هاد الطاجين كامل كيو اللي ريحة ديالو زوين بزا بزا بالنسبة القرعاء لا عندكم هاد النوع استعملوا ولا ما عندكم مش مش مشكلة تقدروا تستعملوا حتى القرعاء العادية غير هي ما تكترو هاد الطاجين ما كيبغيش للمبزة في الاكتروتو المبزة قدر يبسال من الاحسن يعني هاد الكاس ديال الماء وقيت نقصوا عليه البوطاط خليو يطيب على خاطره ايه لا كان عندكم الطاجين يعني قديم لعنه اللي كان طاجين جديدة رح كيشرب الماء صافي غطيتو ودرتو طعب بدول اللحم كيجي زوين بزاف زينتو هنا بيتش فيا ديال معدنوس صافي مش ضروري يعني وف صراحة هدا ما كيجيش معاه هو المعدنوس ولا غير هكدا كيجي باقدرة بنين يعني بلا تشي حاجة من بعد ضروري وحد شوية دي زيت زيتون من الفوق تمنى ان شاء الله تجربو هالطواجين هادا ندير الرجيم كولو غير هكذا بلا خبز بلا تشي حاجة غيب الفوخشات كيجي ببنين بازاي تمنى ان شاء الله كيجي معلك ديك السوصل ديالو كيجي معلكة تمنى ان شاء الله تجربوهم وطرقتو عليها الخبار كيف العادة وكنشكركم بالزهر بالزهر على تعليق ديالكم على التشجيع ديالكم على كلمكم الطيب دمتم طيبين والى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام عليكم ورحمة الله